مواقف الدولية بشأن العنف بحق المتظاهرين السلميين وعجز السلطات العراقية عن وقف الفتنة فقد دانت وبشدة الممثلة الأممية جنين بلاسخارت وسفير الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني في العراق استخدام العنف وسقوط العدد المرتفع للضحايا في تظاهرات النجف لكن أقوى إدانة تلك التي تضمنها بيان للسفارة الأمريكية نتابع أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالاعتداء الوحشي على المتظاهرين السلميين في محافظة نجف وعربت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان عن أسفها الاستمرار السماحي للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي مؤكدة أن على الحكومة العراقية وقوتها الأمنية وضعوا حدا لما أطلقت عليه البلطجة حسب تعبيرها والتي تشمل خطف واختيال الناشطين المدنيين والصحفيين والضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وأضافت السفارة في بيانها أنها تحيي المتظاهرين السلميين للتزامهم بضبط النفس في مواجهة التكتيكات القاتلة حاثة إياهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم فيما كشفت في ختام البيان عن تأييد الولايات المتحدة التام لحقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير دكتور علاء حقيقة أحببت أن أسألك في صلب اختصاصك الأكاديمي والمهم ألا هو القانون الدولي يعني العراق يوم بعد يوم حقيقة وتحديدا بعد التظاهرات إلى الآن يقترب من مفهوم وأنت تعرفه وأنت أستاذ في هذا الجانب من مفهوم الدولة المارقة بمعنى هذا المفهوم الذي كان عليه نظام صدام حسين حين كان يعادل عالم يقتل شعبه ولا يستمع إلى العالم بما يقول وما يحذر وما ينذر اليوم العراق يمضي قدما نحو استعادة صورة الدولة المارقة هو سعيد اليوم تحديدا الحكومة العراقية سعيدة بأنها صديقة إيران والصين وروسيا لماذا ينظر العراق بسرعة إلى هذه الكارثة التي تضعه تحت طائلة العقوبات الدولية التي طبعا ستقسم ظهر الناس لماذا؟ حقيقة أجدت في وصف أو ذكر مصطلح الدولة المارقة هنا أستاذ علي أنا قلت حتى في بداية هذا اللقاء المبارك بأن الحكومة هي أحد مقاومات أو عوامل الفشل لهذه الحكومة أنها لم تستفد من خبرة الماضي فلتت الدفة من يديها وعجزت عن توفير الحمال المتظاهري سلوكها الخارجي في الكثير من علامات الاستفهام حتى فيما يتعلق بمفهوم الصداقة والعداء نحن نقول خبرة ولكن بمعلوماتنا أو بما توفر لدينا من معلومات في العلاقات الدولية لا يوجد صديق ولا يوجد عدو المصلحة هي الحاكمة والفيصل في بناء العلاقات مع الدول أي أن كانت مساء سواء كان دول الجوار أو الدول البعيدة ولذلك فتحت الباب أو فتح الباب واسعا أمام المواقف الدولية لأن الحكومة هنا في لحاظ الجبهة الخارجية فقدت هيبتها وهذا ما ذكرته المرجعية عندما قالت إعادة الهيبة للدولة لماذا؟ لأنها شخصت بأن هذه الحكومة قد ساهمت في زعزعة هيبة الدولة وسياسة الدولة في علاقاتها مع الدول الخارجية لدينا مواقف متكررة ومتتالية من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان على رأسها اليونامي وكذلك من الدول الديمقراطية ولدينا أيضا موقف الولايات المتحدة ولو أنا شخصيا لدي ملاحظات على مواقف الولايات المتحدة وهنا باعتبار أنها تتحمل جزءا كبيرا جدا لما يحدث لنا اليوم ومنذ عام 2003 وحتى موضوع استهدافها هذا صحيح لسليماني ولأبو مهد المهندس أراد أن حقيقة يجهد هذه التظاهرات شتة التظاهرات ضربها حقيقة ضربها قوية ولم يوفر الأجواء الآمنة والملائمة لتكريس النظر ولحقيقة توجيه النظر نحو الحكومة ونحو السلطة عموما وليس فقط الحكومة مجلس النواب وكل من تصدى للسلطة عموما بهيئاتها الثلاث في قيادة إصلاحات كبيرة جدا إذن لدينا أنا شخصيا لدينا نفسي لدينا تشكيك جدا في مواقف الولايات المتحدة حتى على الساحة الواقعية ولكن علينا أن نتناول الموقف الأمريكي باعتبار موضوعها الإدانة مع المواقف المتكرمة من فرنسا من الاتحاد الأوروبي باعتبار أننا المفروض لدينا نظام ديمقراطي يعني بحقوق الإنسان وينسجب مع توجهات الدول التي تريد أن تبني المواطن كأساس لبناء النظام الديمقراطي ككل